ناس كتيرة قوي قوي النهاردة وانا رايح شغلي الصبح كل المنلايوا شجع النادي الاهلي الف مبروك يا كابتن الف مبروك فانا بصولهم كده قللهم مبروك على ايه مش فاهم الف مبروك يا كابتن الف مبروك قللهم ايوا مبروك على ايه قللوا لي مبروك على التأهل قلت لهم اه بس خلي بالكوا ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي ان هو يتأهل لدور التماني مش الطبيعي ان النادي الاهلي ما يتأهلش لا ومش كلام أرقام فكل اللي بيجي يقول لي ايه من من لا يشجع وبعض من لا يشجع يعني دي قال لي ألف مبروك يا بكبات ويتحاكوا طبعا انت عارفين يقول لي اقول له يا جماعة والله ده الطبيعي يعني انا مبسوط وسعيد لانه أجواء غير رياضية اللي حصلت مبارح هي أجواء غير رياضية هو ده اللي خلي الواحد مبسوط تكاتف لعبة النادي الأهلي خلاني أنظر للمستقبل القريب في المباريات القادمة اننا لا اللعبة دي اللعبة انا كنت متأكد ولكن تأكدت زيادة ان اللعبة دي لا لعبة ايه لا لعبة جامدة اي فرقة تانية مكان النادي الأهلي اي فرقة تانية كنت هتخسر في هذه المباراة لكن ثبات فعالي على أعلى مستوى شكل إداري رائع من الكابتن سيد عبد الحفيز الحقيقة وبقية الجهاز اللي موجود معاه الإداري كابت الخطيب بنفسه وده قرار الحقيقة قرار أنا بحيي كابت الخطيب عليه أنه هو يطلع رئيس لبعثة النادي الأهلي في هذه المباراة من المرات القليلة يعني من المرات القليلة اللي بشوف كابت الخطيب لأن الكابت الخطيب بيطلع كان طلع معنا مثلا قبل نهائي نهائي بتاع لكن من المرات القليلة اللي بشوف الكابت الخطيب طلع كرئيس للبعثة فيه دول المجموعات يعني فبالتالي ورغم مرضه ورغم تعب وشفتون بارح في الصورتين ثلاثة اللي كانوا جاي لنا الفيديوهين ثلاثة وهو بيتمشى برضو يعني فعشان كده بقول لحضراتكم المنظومة كلها الشكل العام كله انا هنا ما بتكلمش عكابة الخطيبة انا بتكلم على النادي الاهلي هو ده النادي الاهلي هو ده اللي احنا دايما بنبقى مبسوطين بنقول لولادنا بصوا الناس دي بتعمل ايه تعلموا تعلموا وشوفوا عشان لما تكبروا وانتوا بتشجعوا النادي الاهلي تعرفوا ان فيه سنة كذا يوم واحد اتنين الفين وعشرين حصل كذا وتم ادارة هذا الموضوع بالشكل الفلاني لان ممكن جدا يكون حد منكم موجود ويعمل وياخد هذا القرارات هو ده اللي احنا بنعلمه لولادنا مش انا انا بتكلم على كل الاهلوية فالحقيقة مبسوط سعيد مبسوط وسعيد بالشكل العام لكن الطبيعي جدا ان النادي الاهلي يصعد الى دول التمانية هل كان عند حد شك ان النادي الاهلي طبعا الاهلوية انا عارف ما عندهمش شك ولكن انا عارف ان بعض من لاي يشجع النادي الاهلي سواء جوا مصر او برا مصر بالمناسبة كان نفسهم نفسهم امالهم ان النادي الاهلي يطلع من البطولة امالهم امالهم مش علشان هم يكسبوا البطولة لا عشان خايفين من مواجهة النادي الاهلي لان الاهلي هو البطل هو الكبير مش بالكلام كل شو هقول لكم هذا الكلام مش بالكلام بالارقام ففي ناس كتيرة ممكن ما تستحملش ان هي تخسر من الاهلي ثلاثة او مرتين او ثلاثة او اربعة في اهل من شهر ليه لا فلاس كتيرة جدا كان نفسها ان النادي الاهلي يطلع جوه مصر وبرا مصر وتحريد تحريد تحريد لكن في النهاية زي ما قلت لحضراتكم هي ادارة محترفة مش كلامي برضو ده كلام السفير حسام عيسى المبارح بشكوره قال لي لا انت عندك ادارة محترفة عندك لعيبة ملتزمة عندك لعيبة عندها اخلاق عندك لعيبة عارفة كويس هي بتعمل ايه عندك لعيبة لما بيحصل حاجة بتلاقيها واخد الموقف السليم في الموضوع وديبلوماسية مصرية رائعة كالعادة كالعادة الحقيقة فالعاجب اللي انبسطني الموضوع كله لما تيجي تتفرج بقى الموضوع بعدين لما الدنيا تهدى بقى وتبتدي تتفرج لا تحس ان انت نادي الاهلي وعشان انت نادي الاهلي اه هي دي اللقطة يعني بص كابت الخطيب انا طبعا اللعبة ده كان طبعا اللعبين كلهم هم بدلوقتي دخلين الفرقة كابت الخطيب واقف بالمناسبة مستني ان كل اللعبين يدخلوا بعدين يخشوا عراه حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة انا بعرض اللقطة دي وبقولي الكلام ده عشان نتعلم من الكابت الخطيب ومن النادي الاهلي بقلاش عشان ما حدش يقولك انت بتطبل والكلام اللي بيتقال ده لكن انا بقول الحقيقة وبقول مشاهد امام حضراتكم او امام اعين كل اللعبة دخلت اه هي صح او مش صح ده تاريخ بنعلمه للاجيال القادمة اشتركوا في القناة